السلام عليكم حبيتي في بداية الفيديو فارجيكم الثلج عنا طبعا هذا الثلج لم يكن اليوم كان قبل بيومين وحبيت فارجيكم الأجواء عنا لما يكون الثلج ومنظر الثلج كثير حلو لما يبدأ ينزل وهذا الثلج لحد الآن ليس ماداد طبعا لأن الجو بعد الثلج كان كثير بارد وأبدا ما يساعد على دوبان الثلج بها السهولة وخلونا نشوف وصفتنا لليوم اللي هي الريز المبهر مع الدجاج المقرمش وصفة كثير طيبة وكثير رح تعجبكم إن شاء الله إذا جربتوها وخلونا نشوف مع بعض المكونات صدر فارج مقطع لقطع مثل مواضحة بالفيديو وفيكن تقطعوه لمكعبات وبالنسبة للتوابل ملح ملعقة جويرة فلفل أسود ملعقة جويرة توم بودرة ملعقة جويرة بابريكا أو فلفل حمرة مطحونة ونش ملعقة جويرة هال وفيكن تستبدلوا التوم البودرة بثوم مهروز ملعقتين طعام جيت نباتي ملعقتين طعام شعوية وطبعا فيكن تستغنوا عنها لتعطي نكحة طيبة للأكلة وحوالي نش ملعقة طعام خل أبيض وهون بالخطوة الأولى أخلط التوابل مع الزيت والصعوية والخل حطهم فوق شطر الدجاج وقلبهم مع بعض كتير منيح لحتى تمتزج المكونات كلاياتها مع بعض طبعا هاي التتبيلة كتير طيبة نكحة وفيكن إجابتكن تزودوا عليها أنواع توابل ثانية حسب ما أنتو بتحبوه فيكن تستغنوا عن بعض التوابل اللي ما بتحبوها بس هي هي التوابل الأصلية لإلها وبعد ما خلطتهم كتير منيح بدي يغلفهم وخليهم أقل شي ساعتين أو ثلاثة وفيكن كمان تساووها قبل بيوم وتجهزوها وتخلوها لتاني يوم بتكون طعمتها كمان صارت أطيب وبالنسبة للريز استخدمت كوبيرز طويل الحبة منقوع مدة ربع ساعة ومخصول كتير منيح وحطيت معو هدول الخضروات بازيلا دورة مسلوقة ووججر مسلوق طبعا فيكن تزيدوا اللي بتكون هي حطيت كمان توابل ملعقة صغيرة بهارم شكل ملعقة صغيرة توم بودرة ملعقة صغيرة بابريكا ونسب ملعقة صغيرة عصفر وكمان حطيت فليفلة حمرة طبعا باردة وبصلة مفرومة نعمة وملح حسب الرغبة وحوالي ثلاث ملاعق طعام زيت نباتي اول شي بحطي ملعقتين طعام زيت نباتي بمقلاية او بطنجرة ويقلي فيها الخضروات طبعا اول شي بحطي البصل مع الفليفلة وقلي بهون شوي لحتى يدبلوا هدول بياخدوا وقت اطول من هدوك الخضروات لانه هدوك عندي يهون مسلوقين وجاهزين وبعد ما قلبت هون حوالي دقيقة لدقيقتين تدبلوا عندي بلشت فوق هون باقي الخضروات بحط البازيلة تدرى الججر وانتو اضفتوا شي تاني كمان بتحطوه بها المرحلة وطبعا بخلي النار هون متوسطة وظل عمقلب هون مدة دقيقتين لتلات دقائق واكيد ازا حابين نضيفوا عليهم توابل كمان ما في مشكلة بس انا ما حطت عليهم شي ابدا وهون بعد ثلاث دقائق بدي طفي عليهم النار وحطهن على جنب وبلش بطبخ الرز حطيت اربع معالق طعام زيت نباتي وخليته يسخن شوي وبيدي قلب فيه الرز هاي الخطوة بتخلي الرز يطلع عندي مفلفل ومو معجن ابدا وبعد ما قلبته شوي حوالي دقيقة بحط عليه التوابل وكمان بقلبه مع التوابل مدة دقيقتين طبعا ما بحط مكعب الماجي معهن بحطه بعدين وطبعا بعد اجر منكن انا نسيت اذكر مكعب الماجي بالبداية بالنسبة لمكعب الماجي اما بتستخدموه وتفتفتوه هيك وتحطوه فوق الرز وتقلبوه معه او تدوبوه بالمي اللي بتكون تستخدموه لطبخ الرز او اذا عندكن مية سلق فروج او مية سلق لحمة بيكون كمان احسن بعد ما حطيت مكعب الماجي وقلبته شوي مع الرز حطيت عليه المي وكمان بقلبهن كتير منيح مع بعض وبخلي النار هون عالي لحتى يغلي عندي الرز واكيد بتكون تعادلوا الملح وتخلوه شوي ضاهرة ملوحتو لانه متل ما ذكرت بفيديوهات سابقه انه الرز لما بيستوي بتطلع ملوحتو كتير ممتازة اذا كانت نسبة الملح بالبداية زائدة عندي هون اول ما بلش يغلي عندي الرز رح خلي يغلي مدة دقيقتين على نار عالية وبعدين بهدي النار وبغطيه لحتى يستوي عندي اخد معي حوالي 15 دقيقة واستوى عندي شار جاهز متل مو شايفين ما شاء الله الحبات مفلفلة عن بعضها وهون شلت الرز عن النار وخليته يتهدى مدة 10 دقائق وعبين ما يتهدى عندي بدي اقلي قطع الصدر الفروج طبعا استخدمت الطحين لحتى غلفها بالطحين وبعدين اقليها هاي الخطوة هي اللي بتعطيها القرمشة بسخن الزيت على نار متوسطة وغلف القطع بالطحين وحطها بالزيت وبستمر بالتقليب طبعا هي ما بتاخد معي وقت اكتر من دقيقتين لتلات دقائق بتكون مستوية عندي وقرمشة من فوق بس خلوا النار متوسطة طبعا انا رح اقلي قسم بالطحين وقسم من دون طحين وان شاء الله بنهاية الفيديو رح تشوفوا الفرق بعيناتهم وهون عم استمر بالتقليب لازم تضلوا عم تقلبوها لحتى ما تنحرق عندكم وخاصة انه نحن هون مستخدمين اللطحين ومتل ما بتعرفو اللطحين بينهرق بسرعة وهون بعد ما اتشقرت عندي واخدت هاد اللون الدهبي برفعها عن النار وبكمل الكمية كاملة وبرجع لكم ان شاء الله وبعد ما خلصت القليل فروج بدي حط الخضرة اللي قليتها بالبداية مع الرز وقلبهم مع بعض او فيكن متل ما عملت انا حطيت قسم والقسم التاني خليته بدي حطوا عجنب السحان لما صبوا طبعا قلب والرز على ماهلكون شوي شوي لحتى ما تتكسر معاكن حبات الرز وهون غطيت الطنجرة حطيتها عجنب وبيدي فرجيكم الفرق بين القطع اللي كانت بطحين اللي هي هاي قليتها بطحين شايفين شلون من فوق كانت قاسية عندي شوي ومقرمشة وهي القطعة اللي من دون الطحين متل مملاحظين اللونها شوي بيختلف وبسرعة قسمت معي ملاحظين الشلون هاي قاسية وهي ابدا مؤاخدة طبقة مقرمشة من فوق وهذا الشي بيرجع لكم انتو حسب ما بتحبوا بتقلوها فيكم بطحين فيكم من دون الطحين وهون بدي صف الرز استخدمت هاد القالب تبع الكيك لحتى اعطيه منظر حلو وهون عم حطت الرز بالقالب شوي شوي لحتى ما تتكسر عندي حبات الرز وبعد ما خلص كمية الرز كلياتها بضغط عليها شوي لحتى تاخد عندي شكل القالب وبعدين بقلبها بصحنة تقديم وطبعا التزيين شي اختياري وبيرجع لكم وبالنسبة لقطع الفروج اللي قليتها رح حطها بالنص وطبعا اكيد رح يزيد عندي رح حطها بصحنة عجنب وزينتها بهذا الشكل باقي الخضرة اللي ضلت عندي حطيتها عداير القالب وهي كانت وصفتنا لليوم ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة واستنوني بوصفات قادمة ان شاء الله واذا جربتوها لا تنسون تعطوني رأيكم فيها بالتعليقات واذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني من اللايك والاشتراك فضلا وليس امرا اشتركوا في القناة